بدأت شركة جوجل حملة لمراقبة الفتيات في سن المراهقة لمنع سقوطهن في أيدي العصابات الإرهابية لسيما تنظيم داعش الذي يكثف من أساليب الدعاية على مواقع الإنترنت خصوصا بعد توالي خساراته على الأرض في السورية وفي العراق مديرة البحث في شركة جيجسو شركة شركة جوجل أكدت أن متابعة مواقع تواصل اجتماعي تتم عبر تكنولوجيا جديدة تستطيع التقاط كلمات إرهابية أو لها صلة بهذه الأنشطة وذلك كجزء من حملة شركات جوجل في الحرب ضد الإرهاب وبعد سنوات من الضغط على شركات الإنترنت لسيما مواقع التواصل الاجتماعي بهدف العمل على مواجهة استغلالها من قبل المنظمات الإرهابية وأفرادها المنتشرين في جميع أنحاء العالم استجابت أربع شركات إنترنت وهي فيسبوك، جوجل، تويتر ومايكروسوفت وأسست معا تحالفا لمسح المحتويات الإرهابية